السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومتابعيي في قناة ما أنا متفيدك اللهم صالوا وسلم على سيدنا محمد وعليه لسيدنا محمد أهلا بكم اليوم سألنا عليكم أهم الفواضي الصحية لبذرة القطونة فتيبوا معنا فوائد ربما لم تكن تعريفها من قبل لبذرة القطونة تتميز بذور القطونة بمحتواها الغني من المواد الطبيعية والمفيدة لصحة الجسم وعلاج بعض مشاكلها فما هي بذرة القطونة وما هي فوائدها للجسم وهل هناك بعض الأثار الجانبية المحتملة تعتبر نبتة القطونة من النباتات السنوية ذات ساكن عشبي منتصب قليلا التفرق لها أزهار بيضاء صغيرة تحتوي على مواد هلامية ومواد دهنية بحيث تصل إلى نسبة الزيوت في بذورها إلى 2% استخدمت البذور قديما في الطب البديل من أجل علاج العديد من مشاكل الامساك المزمن والإسهال الطفيف ووجع المفاصل والحرارة المرتفعة والصداع كما تحتوي بذور القطونة على نسبة عالية من المواد الفعالة التالية البوتاسيوم الأملاح الزيوت الطيارة الأكوبوبوزين ما هي فوائد بذرة القطونة تعتبر بذرة القطونة من أهم عناصر الطب البديل المستخدمة في علاج مشاكل الجسم وخصوصا الجهاز الهضمي ومن أهم فوائدها قبل أن نعرض عليكم هذه الفوائد عزيز المشاهد لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبيا يجب عليك استشارة الطبيب المختص وهذا لاستخدام أكثر أمانا وخصوصا للأطفال والحوامل أولا الاستخدام الطبي الأكثر شيوعا لبذرة القطونة هو علاج الإمساك بحيث تساعد الألياف الغذائية القابلة للذوبان الموجودة فيها على التخفيف من حدة الأعراض وتحفيز الحركة داخل الأمعاء التخفيف من أعراض متلازمة القولون العصبي أثبتت العديد من الدراسات مدى فعالية بذرة القطونة بعلاج متلازمة للقولون العصبي نظرا لمحتواها الكبير من الألياف القابلة للذوبان حيث تخفف من أعراض الكولون العصبي بالإضافة إلى أن فوايد بذرة القطونة في علاج مشاكل الأمعاء التكون مفيدة أيضا في تخفيف الكوليستورول الضار بالجسم المساعدة في خفض ضغط الدم المحافظة على مستويات طبيعية للسكر في الدم التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرائين تخفيف الوزن الزائد ما هي الأثار الجانبية لبذرة القطونة عند تناول بذرة القطونة بشكل مبالغ فيه يفوك الكمية الموصة بها قد يؤدي ذلك إلى حدوث بعض الأثار الجانبية التي تشمع تشنجات وألام في البطن إسهال وغزات مزعجة استفراء وغثيان قد تعاني من ردود فعل شبيهة بالحساسية عندها عليك الاتصال بالطبيب على الفور الحالات التي ينبغي عليها لابتعاد عن بذرة القطونة هناك بعض الأشخاص يجب عليهم عدم استخدام بذرة هناك بعض الأشخاص يجب عليهم عدم استخدام بذرة القطونة لتجنب حدوث أي من الأعراض الجانبية لديهم الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في البلع أو تضيق بالمريء إلا في حالة التوصية الطبية باستخدامها نهاية الفيديو أتمنى لله عز وجل أن تكون استفاد فضل وليس أمرا اشترك في القناة ودعمنا بلايك ليس لكل جديد مفدن إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله وبحمده سبحان الله العطين